لا تعرف متى باغتتها الأمومة فخلف هذا الخمار يقبع وجه ملائكي لطفلة حرمت ألعابها على غفلة من أمرها وباتت زوجة وأما وهي لم تتعدى سادسة عشر من عمرها لتنطلق سندس في رحلة شقاء لا تنتهي 16 أو 17 هيك أصغر مني في 3 سنين هي أو 4 سنين نحن بالعادة نخدم عسكرية ونتجوز في سوريا يعني في 18 أو 19 يجب أن يكون متجوزين حلق بالبداية صار فينا خلاف أنه لم يردوا يكتبوا لي كتابي لأنه هي تحت السن القانوني فتعلقت كثير مع الشيوخة هنا أنا بالأردن لحتى قدرت أتجوز وآخر شي بصراحة دفعت نصاري للشيوخة لحتى مش الحال عندي عشر أولاد بداعش بنت مجوزة هاي ظل عندي عشر جوازي بسوريا توفى في سوريا أول أحدا طلعنا على الزعترية من الزعترية طلعنا على زحر هيك يعني وسترة كمان قلنا نخفف شوي يعني تعرف في عشرة ما بدهم يعني مصروف يعني ألف دينار أقل شي بدهم كل شهر هاي هذه بتكتصرف يعني تلاعلم من الناس فقر مطقع هربت منه أمها العاجزة إلا عن تخفيف عدد الأفواه في بيت ما عاد يرعاه رجل فيما سندس تفعل ما جرت العادة عليه في بيتها وحيها وبين صديقاتها وأقربائها كان صعب الحمل؟ حكيلي لما حملت بأول بيبي لا كان سهل بس التاني كان صعب أول بيبي كان سهل حمله؟ اي شو كان صعب في البيبي التاني؟ تعبت يعني هيك بحس حالي عطول تعبانة وضوخة كتير شفت كنت مخطوبة بالمتح معي قبلي اتجوزت كان عمرها 16 تقريبا يعني أردت لي أنه منيح هيك وحلو الحياة انت كنت مخطوبة قبل؟ ايه قبل في سوريا كنت مخطوبة وجيت لهون فسخت عشان وضع الحرب يعني ولا شي تاني؟ ايه ما في تفاهم وعدوها بفستان فاخر وبيت آمن وزوج وسيم إلا أن وعودهم تحولت إلى كبوسا ما أن ظهر لهذه اللاجئة والطفلة والزوجة والأم ورم سرطاني جعل كل همها الحياة فحسب صغيرة على الشقاء وصغيرة على الأمومة وصغيرة على المرض ولكن تسنيم تحمل عار الحرب والمجتمع على ظهرها فتلاعبه تارة كطفلة وتختبئ منه تحت السرير تارة أخرى لليوم على الحرة مرفة العز من سحاب الأردن